اشتركوا في القناة اعلن الجهاز الفني الرسمي للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة موضوع التصويت الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومن هو الأفضل هذا العام والتشكيلة المثالية إذن مجموعة قضايا رياضية وأحداث رياضية حدثت على هذا الأسبوع فبالتأكيد مهم جدا يكون معنا ناقد رياضي وصحفي كبير الأستاذ جمال الزهيري رئيس تحرير أو مدير تحرير طبعا بتأكيد في القسم الرياضي لأخبار اليوم أستاذ جمال منور الدنيا وأهلا بك سعيد وجودي معك طبعا طبعا الإسبوع ده كان في تفاصيل كتير واحدة بيختم الإسبوع مهم جدا يكون معنا ناقد رياضي كبير زي حضرتك نسمع أرائك في هذه الموضوعات في الظل طبعا أن هذه الموضوعات تبينت فيها وجهات النظر والأراء أبدأ معك في موضوع النهاردة الجهاز الفني الرسمي للمنتخب الوطني تم إعلانه رسميا من قبل الاتحاد وكان فيه مؤتمر صحفي لإعلان هذا الموضوع بوجود الكابتن حسام البدري كمدير فني وكل أفراد الجهاز المعاون أولا تعليقك على أحداث المؤتمر والتصريحات التي خرجت رسميا من قبل كابتن حسام البدري كمدير فني أو الأستاذ عمر الجنيني كان رئيس للجنة الخماسية شوف أولا التصريحات طبعا لازم أي تصريحاتها تبقى حلوة لأنه التصريحات بتبقى أفكار ووعود بما سيحدث يعني أنا كنت سعيد جدا بكلام كابتن حسام البدري عن أنه هو هيفتح باب المنتخب أمام الجميع وأنه أي حد وأنه هو هيفتح صفحة جديدة مع الكل ومع الإعلام خصوصا ودي نقطة مهمة جدا أنا تعرضت له في أكتر من مناسبة أنه كابتن حسام البدري كخبرة تدريبية طبعا خبرة كبيرة مع النادي الأهلي سواء كان لاعب أو مدير فني وحصل على العديد من البطولات يمكن كان الناس بتاخد شوية على كابتن حسام أنه هو هقولها بالبلد يعني بيقفش يعني في مواقف معينة بحس أنه هو صبره بينفز وخبالك سواء من الجمهور أحيانا أو من الإعلام أو الصحافة أو النقض يعني بياخد على خطره يعني من الانتقادات أحيانا فأنا بقيت سعيد جدا النهاردة وهو بيوعد أنه هو هيبقى على علاقة مع الإعلام بشكل عام وتأكيده على دور الإعلام في دعم مما سرته كمدير فني للمنتقى البادري يستحق يعني لو اتكلمنا بالورقة والألم يستحق أن يكون في هذا المكان اللي أنا بقى بقوله أنه الإعلام زي ما كان بحسناه من الكابتن الجوهري هو أعظم من تولى وتعامل مع الإعلام صراحة يعني كان اللي حضر يعني كابتن الجوهري استمتع معاه قوي بتجربة قيادته للمنتخب قبل الوصول إلى كاس العالم 90 لأنه كان على طول يمكن كان في بعض الانقسامات عليه من النقاض للأدام فكان بيعتمد على الصف الثاني أو الثالث من الإعلاميين وكان بيهتم جدا بقراءهم وبأنه في كل مؤتمر أو في كل جلسة هو بيتكلم فيها لازم يكونوا موجودين والصحفيين أو الإعلاميين بقى أياما كان الصحفيين أكتر النهاردة ما شاء الله يعني الإعلام توسع جدا لكن أياما كانت الصحافة قوة مؤثرة جدا مع الكابتن الجوهري لأنه ما كانش فيه منفس تاني لأنه هو يعني اللي كان ماشي أو اللي كان موجود هو اللي كان الصحافة بالظبط الناس بتنتظر الصحف هتقول إيه والكلام ده ده بقى يعني تقدر تقول إنه ذكريات قديمة قوي ذكريات من زمن فات آه يعني اللي سمعنا دلوقتي يقول إن الموضوع ده حصل من 700 سنة مثلا لا يعني من حوالي 20-30 سنة آه اللي هو قبل بقى الانترنت والسوشيال ميديا والنهاردة إنه بقى أي حد ممكن يوجه الرأي العام من خلال مقال وهو بيكتبه أو في المتين حتى بوست على الفيحة آه حتى لو هو مش محترف آه أكيد والناس كتيرة ممكن تسمع وتأه وتكمل وراءه وتبقى أصلا وجهة النظر غير والأراء بتختلف ممكن آه آه ولذلك في العصر ده الموقف أصعب يعني زمان كان قياس اتجاهات الإعلام سهلة يعني تقدر تحرف مثلا تسعين في المية من الصحف ماشية في اتجاه معين آه نادرا ما تلاقي حد واخد خط لوحده مظبوط النهاردة في السوشيال ميديا آه لو المدير الفني أو اللاعب تفرغ إنه هو آه أو يعني إدى وقت إنه هو يقرأ إيه اللي بيحصل مش هيعرف يوصل لحاجة فمحتاجة سيطارة شوية فأنا عموما بقول إنه آه الإعلام الرسمي اللي هو المنظم سيبك من النيو ميديا يعني هو اللي أنا بطالب حسام البدري والجهاز الفني المعاون يتعامله مع هذا الإعلام بالشكل اللي يخدم آه الهدف من وجود الكابتن حسام اللي هو إنه هو مدير فني منتخب مصر مية في المية هيبقى فيه آه أغلبية ساحقة بتؤيده أغلبية ساحقة بمعنى إنه ممكن تلاقي آه أعداد قليلة هي اللي ضده فما يلتفتش إليهم هو يركز مع الاتجاه العام للصحف ووسائل الإعلامي يعني طيب بداية رؤيتك الإعلامية للمؤتمر يعني المؤتمر النهاردة وجهة نظرك هل كان مؤتمر شامل في طرح الأسئلة سمعت وجهة نظر عديدة ولا تقديم المؤتمر كان ليك وجهة نظر فيه لا هو كان مؤتمر بسيناريو بسيناريو آه يعني مؤتمر غير يعني مش مفتوح تماما ثانيا أنا برضو مع كل احترامي للزملاء أو الناس اللي كانوا حاضرين لاحظت برضو فيه المسؤولين ولا زملاء الصحفيين آه لا أنا بتكلم على الصحفيين آه أو الإعلاميين اللي موجودين آه فيه غياب شوية لصحفيين الأدام أو الإعلاميين الأدام ودي نقطة يجب على اتحاد الكرة أنه هو يوليها بعض الاهتمام يعني يا ريت الأستاذ عمر الجنيني والمجلس اللي موجود صحيح الدنيا في اتجاه الشباب وما حدش معترض بس ما فيش حاجة اسمها شباب بس ما فيش حاجة اسمها شباب بس لازم لأنه غالبا اللي هيقول وجهة نظر في المؤتمر ده بيبقوا ناس الأدام لأنه هو عصر أكثر من تجربة طبعا عنده تاريخ يعني مثلا يقدر يديك وجهة نظر تستفيد منها فأنا حاسس أو حسيت أن المؤتمر يعني كان فيه حتى دعوة عامة ما فيهاش تخصيص لدعوات معينة لأ ده هي بيان اتحاد الكرة بيصدره أنه يا جماعة إحنا فيه مؤتمر صحفي بكرة لتقديم أجهاز الفني للمنتخب اللي يروح يروح واللي ما يروحش ما يروحش انت معي يعني هي دي بالزبط اللي هي أنه ماشي أنت بتعمل دعوة عامة بس يجب وخلي بالك إحنا مش مش بنقول كده عشان الأدامي يحضروا أوانا منهم أو بتاع نظر حضرتك على فكرة حصلت في مؤتمر هكتور كوبر في الاتحاد لما كان المنتخب تأكد رسميا أن تأهلو الكاس العالم وكان مؤتمر صحفي اللي شرح وجهة نظر الجهاز الفني في الخطوة القادمة قبل الصفر إلى روسيا تمام وفعلا تم توجيه الدعوة العدد من النقادر يديني الكبار وكان من خلال الأستاذ أسماعيل ده مهم جدا وانا حضرت يمكن وحرك حضرت المؤتمر ده أفكر حرك به لأها مهمة ليه بقى لأنه أنا زي ما بقولك الشباب شيء مطلوب جدا لأنه هو ده الوقود بتاع العمل الرعيل الأول والتاني والناس اللي هم الأدام شوية بقولك عندهم خبرات أزعم إنها ممكن تبقى قد خبرات المدير الفني اللي قاعد اللي قاعدتنا كده هيستفيدوا حتى من وجهة نظر الجهاز يعني يجب يعني مثلا لو كانت اتحاد الكرة القديم السابق بيهتم قوي بهذه النقطة كان ممكن جدا يبقى فيه تحذيرات من كوارث إدارية حصلت لأن إحنا شفنا بص إحنا دايما تقدر تقول أنا شفت الفيلم ده قبل كده مش ساعة بتقول كده أنا شفت الأفلام دي أو الناس اللي قوله أكبر مني شافوا الفيلم ده عشرين مرة أيوة وحضر عشرين ألف مؤتمر فبيبقى عارف كمان إيه اللي ممكن يتقال يتقال بالضبط مع كل بقولك الاحترام للناس اللي حضروا على راسي من فوق يعني بس هي دي ناحية تنظيمية مش مسئولية اللي حضر هي مسئولية من يوجه الدعوة لأنه طبيعي حتى كناقل رياضي كبير أو كرئيس تحريق أو كرئيس قسم رياضي لما توجه ليه الدعوة أكيد هيكون حريصة على الحضور وهو اللي بيقود العمل خلي بالك يعني الأدام هم اللي بيقودوا العمل بشكل تنظيمي يعني هو اللي يقدر يعملك سياسة دعم وخبالة وهنا بقى سياسة الدعم دي ما هيش سياسة يعني من أجل الحصول على مكاسب لسبب لأن أنت هتكسب إيمو منتخب مصر ده أنت منتخب مصر ده أنت تشتغله ببلاش ببلاش فإحنا عايزين ناخدها اللي كان بينقصنا شوية أيام كوبر وأيام يا الله يكرمه أجيري كفر أجيري إنه المسائل كاتماشية مفيش اللي هو الحتة الوطنية لأنه ده مدرب أجنبي المدرب المصري هو من يحتاج المساندة المدرب الأجنبي يوم ما خرجك من الدور الأول في كاس الأمم الأفريقية عملنا إيه خد فلوسه وتكرى مصابك أنت تضرب دماغك في الحتة المدرب المصري هو اللي بيبقى حريص مع تجربة كابتن حسن شحاتة كابتن محمود الجوهري ده اللي قاعد ده اللي عاوز يعمل اسمه يعني اللي قاله البادري كده بيقول أنا كنت بعدي وأنا في النادي الآلي على اتحاد الكرة بيبص على الاتحاد عينه مش رايحة عن رغم أنه كان بيدرب أكبر أنديت الشرق العوس وهو النادي الآلي ومحقق معه ابتولات إنما يظل له حلم أنه هو يقود منتخب البلد منتخب البلد ده فخر كبير وهو شرف كبير بتفرق كتير قوي وعشان كده أنا بقولك عايزين اتحاده أنا شخصيا عايز اتحاده الكرة يسخن شوية ما تبقاش الأمور أمور روتينية جبنا أحسن مدرب جبنا أحسن كرة جبنا أحسن لبس فيه تفاصيل تانية بول شغل فيه اللي هي الروح اللي احنا عايزينها اللي هي الروح اللي تخليه حسام البادري والجهاز المساعد بيشتغل على أساس بدافع وطني والعالم والقصة دي كلها مجيش غير بأنه الإعلام يشتغل بقلبه صح مع المدير الفني ومع اتحاده الكوري المؤتمر أجاب لك على كل استفساراتك وتساؤلاتك؟ لا يعني يمكن هو كان أهم من الاستفسارات ما كانش فيه استفسارات طلعة من كذا حد الأسئلة كلها موجهة من نفس يعني باتجاه مباشر ما كانش فيه كذا وجهة نظر من كذا زميل كان موجود يمكن يعني يمكن تكون دي عملية تنظيمية بس ممكن يبقى فيها تنظيم وفيها أيضا سماح للاستماع لقراء كويس؟ يمكن النقطة المهمة اللي تم الإجابة عليها النقطة الخاصة بمحمد صلاح والتصويت في التحاد الدولي عشان زبست يعني أو الجايزة أنا أعتقد أن الأستاذ عمر الجنيني أجاب عنها بشكل واضح ما عرفش هي وصلت للناس وقال لأ بس هو قال أنه الجواب اتوقع بحد تاني نائب المدير التنفيذي من غيء مش ساروات سويلم طبعا اللي هو ساروات سويلم هو المسؤول الرسمي وهنا دي نقطة مهمة جدا مجلس الإدارة مشي مجلس الإدارة التاني جه أنا مليش دعا بمجالس الإدارات أنا فيه إدارة تنفيذية جوة الاتحاد يعني مثلا النهاردة مثلا أعضاء مجلس الإدارة في النادي الآلي مش موجودين لسبب أو لآخر فيه إدارة بتنفذ سياسة مجلس الإدارة ليه؟ لأنه مجلس الإدارة بيضع استراتيجيات بيضع استراتيجيات يحط الاستراتيجية وينفذها كل مسؤول حسب اختصاته طبعا بأنك دخلت يا صدامان في الموضوع محمد صلاح نعم أنا كلمت لدكتور علاء عبد العزيز في هذا الموضوع تعم قال لي الخطاب مكتوب في توقيع يعني المدير التنفيذي أو من ينوب عنه شوف أنا محطش قرار زي ده رهن التكهنات هو المدير التنفيذي كان موجود اللي هو صارت سويلة يعني انت فاهم قصدي يعني ايه المانع بس خدم الاتحاد كان موجود على الخطاب لا هي لمش قص التوقيع فقط سأنا دخلت في تفاصيل التفاصيل اللي أنا عايز أعرف هل المشكلة إن اللي وقع في التصويت هو المدير الفني للمنتخب ولا مين لأن أنا أتقل لي إن فيه لوائح منظمة لهذه العملية عملية التصويت إذا ما كانش المدير الفني للمنتخب الأول يبقى المدير الفني للاتحاد تمام اللي تم إن المدير الفني للمنتخب الأولمبي وهنا أنت يعني رايح بمرحلة إن المعيار في التقييم ممكن أجيب بعد كده بقى مدير الفني منتخب الناشئين أو أجيب مدير البراهم فأنت هنا العملية مش هتبقى ماشى بشكل احترافي مدير تنفيذي طالما هو موجود احنا هنا مش بنلقي التهم على حد يعني احنا بنوضح بس المدير التنفيذي لو مش موجود لأسباب قهرية يعني هو مش موجود فعلا مثلا في الحج مثلا في اي حاجة اي حاجة الحج او في اي حاجة بس يثبت انه هو مش موجود فمن ينوب عنه ممكن هو اللي لا بعنه في التوقيت ده كان على عبدالعزيز وختم الاتحاد موجود جنب التوقيع لا بس برضو اصح يكون اي يعني هو مش ممكن يكون الاتحاد الدولي مردش هو الاتحاد الدولي غيرت الله صديق مردش لا هو الاستاذ عمر الجنيني قال سموه خطأ اداري وهو فعلا خطأ اداري ما هو انت الوقت المطلوب منك اه اه حد معين هو اللي يوقع اه لان اللي كان بيقود الاتحاد في الوقت ده اللي هو صروت اللي هو صروت مظبوط فهو الممثل الشرعي للكرة المصرية امام الفيفا حتى في جميع الخطابات او جميع المخطبات وبالتالي طب ايه المانع ان ده كان يتم يعني 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 حتقولي فيه سبب ايه ان هو في الحج مسلا لأ طب ما فيه الجواب قبل مسافر الحج اعمله امام او بعد ما ارجع من الحج لو فيه في وقت اعمله ده احمد المحمد ما كانش موجود في مصر كمان طيب ما هونجا ده هو حتى دكتور على عبد عزيز اتصب بالمحمد وبلغه بالموضوع لان الناس كتناسية كويس الناس كتناسية الموضوع اساسا ما كانش هيتعمل حاجة وده حصل من سنتين ثلاثة انا اتذكر في وقتها كان حسام غري كان كابتن منتخب وتناسهم ياخدوا رأيه كابتن المنتخب في الموضوع كان فيه ازمة انا افكر كموضوع ده كان من سنتين ثلاثة يعني عارف اللوم مش على هاني دانيال هاني دانيال على فكرة لا ده مبدي قصة تانية هاني دانيال مقيم في برلين صحفا في المانيا يعمل في برلين وبقاله 4 سنين بيشارك في الجايزة بالزبط وكان النهاردة يمكن انا كنت في مداخلة مع احدى القنوات الإزاعات العربية وكان هاني دانيال معنا على الخط من برلين وقال انه هو ما استبعدش صلاحه ودى له الترتيب رقم 3 ممكن يبقى فيه عتاب على هاني دانيال انما الزعل الحقيقي من اتحاد الكرة او من الادارة اللي كانت موجودة مسؤولة في توقيت ارسال الترشحات طيب تصرحات الاستاذ عمر الجلاني النهاردة فصل في الموضوع قال بشكل نهائي لخلاص الموضوع عارفنا ايه اسبابه ولا لا هو قال كده هو قالها مباشرة انه فيه حسن نواية بس خطأ خطأ اداري دا حقيقي هو هو كانل كده أه يعني انا برضه سعيد بانه يتم هذا المؤتمر اسنا برضه عاوزين ان اخنا اتحاد الكرة في الفترة الاولى كنا سايبينه يرتب الأوضاع ومحدش بيزعجهم لا مفروض فيه قرارات كتير بقى اعتبارا من النهاردة لما هو قادم لما يطلع قرار يبقى فيه مسؤول رسمي من الاتحاد بعيدا عن البيانات الصحفية لأنه أحيانا البيان الصحفي ده بيبقى عامل زي ما بيجاوبش على كل التساؤلات يعني انت فهم قصدي؟ يعني يجب أن يكون فيه مسؤول جوه الاتحاد سواء كان سيد عمر أو أي حد يكلف بهذا الأمر يبقى موجود لشرح القرارات وتفسيرها يعني لا منع احنا قلنا الأول هما مشغولين طيب دلوقتي خلاص المركن القطر طلع يبقى فيه بقى اهتمام شوية ويمكن هو اتكلم النهاردة سيد عمر كمان في مسألة انه هيهتم بالنحية دي بالجزء الإعلامي الخاص بالاتحاد الكوري ده مهم جدا اه مع كل هو قال وأكد كده مع كل الاحترام للزميل أسامة اسماعيل إنما فيه أفكار وفيه حاجات هتتم قريب فأنا أتمنى أن ده يتم ملف محمد صلاح كده بالنسبة لنا عرفنا أسبابه ولا لسه؟ آآوا والله نحن عرفنا نتائجه النتيجة معروفة أصلا شوف الأسباب هنتكلم فيها كتير بس مهمة ما هي مهمة ليه مهمة يا أستاذ؟ مهمة وبعين أنت اتحاد الكورية كمان أعتقد أنه الإجابة اللي قالها الأستاذ عمر الجنيني النهاردة مش هتبقى كفايل ان الاتحاد مش قاطعة فتح التحقيق يعني ايه فتح التحقيق يعني طالما انت فتحت التحقيق لازم يطلع اجابة رسمية يعني انا بفكر اتحاد الكرة من الان انه طالما انت قلت انا هحقق في المؤمر يبقى لازم تديني نتائج يبقى لازم تديني نتائج ولا يقيد الامر ضد مجهول مشكلتنا انه احنا بنعتمد على ان الناس بتنسى واحنا كلمنا لا واحنا كلمنا محمد صلاح والراجل المتراضي وتمام فلا برضو محتاجين حتى لا تتكرر الاخطاء لان الملف ده كشف لنا حجم عدم الاحترافية وعدم الدراية بالمعلومات فاي ملف بيحصل في الكرة المصري انا الحقت حضرتك اتحاد الكرة وهو فيه ثلاث موظفين النهاردة فيه 350 موظف انا يعني كنت فاكر واحنا لسه بدقين صحافة تروح الاتحاد تلاقي واحد قاعد في مكتب والتاني قاعد في مكتب بعيد عنه واحد بيدير المسابقات كلها واحد بيدير المناطق كلها كان المهندس يوسري الله يرحمه انا بقولك كذا كذا شخصية كذا شخصية موجودة وكانت الامور بتمشي فطالما انت عندك سطاف من الموظفين كل واحد يقوم بعمله ده في واحد متخصص في هذا الشأن يعني هو مع الباسورد يعني الموضوع بيتبيعت ازاي لان برضو الملف ده لما تفتح اول يوم الناس قالت كلام كتير اوه في الاخرى كله طالها غلط لان كله اكتهد واحد قالك اصل خفير اجيري هو اللي وقع واصلا ما كانش موجود خفير اجير وبعد كده قالك اصل الكابتن شاو غريب بعد كده اتقلنا ما هو ده هيه اصل مفوض المدير الفن للاتحاد بعد كده اتقلنا لا اصل اللي وقع نايا بالمدير التنفيذي مفوض المدير التنفيذي بعد كده انا سألت قالك لا ما هو الخطاب بختم الاتحاد ومكتوب فيه المدير التنفيذي او من ينوب عنه لما سألت كمان هي الفكرة مش التصويت بيتم في استمارة وبتبيعة فاكسة أو كده لا ده بتترفع الاستمارة على لينك واللينك بيتبيع عبر الإيميل من خلال باسورد مسؤوله عنه شخص جوه الاتحاد ماسك هذا الملف مع الاتحاد الدولة والاتحاد الإفريقي من خلال باسورد هو الوحيد جوه الاتحاد المختفص به وبيشتغل فيه وبعد هذه الملفات عارف الميديا سنتر بتاع الفيفا لو انت مقدمتش الورق بتاعك في التوقيت المناسب لو انت خالك مين شكرا عمرك متاعف تخش بطولة ما خلينا بقى وقعيين يبقى إذا طالما الاتحاد الدولي عمل سيستم معين واخبالك طب ما ده يعني أبسط الأمور إنك تشوف طلباته زي لما يكون عندك إداري فريق مثلا في نادي أو في المنتخب وماعرفش إن فيه لعيب عنده إنذارين أو ثلاثة فمفروض مايلعبش وتلعبه دي كارسة إدارية جديرة أنا بقول لحديتك هنا الجزء الإداري مهم جدا واخبالك يعني أنت عندك كابتن بركات هيبقى مدير المنتخب هيبقى معاه طاقم بيساعده لازم تبقى أنت عارف كل ما يتعلق باللوايح الحصة طبعا والعلاقة التنظيمة بينك ومن المحترفين لإنه ده مهم جدا ممكن زي ما قلنا دلوقتي ممكن يكون يعني هو صباح ما كانش هيكسب الجايزة بس الفكرة كلها إنه اللي حصل أغضب محمد صلاح مش ده اللي حصل أغضبنا احنا قبلنا أغضبنا قبل ما يغضب محمد صلاح ودخلك في قصة زي أيام ما كان اتحط مثلا صورته على الطيارة بالمخالفة لعقود اللاعب فأنا عايز أقول والعلاقة التعاقدية أو العلاقة بينك كمنتخب والتحاد مع اللاعبين المحترفين بزبط فكل ده لازم يخضع يعني أنا أتوسم برضو خير في المجموعة اللي موجودة لازم عشان برضو نبقى متفقلين المجموعة اللي موجودة وده اللي أكد عليه برضو عمر الجنيني إنه المجموعة دي كلها مش عايزة حاجة من المكان ماشي فبالتالي هيشتغلوا لمصلحة المكان لمصلحة إنه الاتحاد خلي بالك ده داخل على حاجات بقى مهمة اللي هي لا وغير بقى البطولات وتعديل اللايحة اه تعديل بقى القصة اللي هي الأساسية اللي هم اختيارهم عليها أبو الزبط فكل ده يتطلب إنه يبقى فيه يقظة كاملة في المرحلة اللي جاية وأنا بقولك أنا بتوسم في المجموعة اللي موجودة يبقى نتمنى يا رب إن شاء الله خير وهو برضو نافع حاجة مهمة جدا قالك الأعدات والحاجات اللي كتبت والكلام ده كله ما كان ملوش أساس من الصحة في عملية اختيار الجهاز الفني طيب أبو بنرجع للجهاز الفني عشان نافل ملف صلاحة يهمنا وفي أثناء فتح التحقيق ونتاج الملموسة اللي هتطلب عن التحقيق نعرف لازم المدير التنفيذي هو اللي يوقع بشكل مباشر ولا من ينوب عنه عشان لو فيه من ينوب عنه يبقى كده القصة مش في داية وهل لو ما فيش مدير فني يبقى اللايحة بتقول هو سيد عمر الجنيني قالها صراحة النهار ده يعني ما هو قالها بناء على رد الاتحال الدولي ولا أنا بناء عليه لا أنا ما سمعتش قصة من ينوب عنه أنا سأل دكتور علاء قال لي المدير التنفيذي أو من ينوب عنه لا أنا بدليل أن حتى الخطاب موقع بختم الاتحاد اللي جي على ما احنا بقى بص تعرف بقى محمد الفكرة كلها ما فيش حاجة أو حاجة الفكرة كلها نبقى عارفين النظام ده بيقول ايه اتعامل معاه الاتحاد الدولي يعني زي رئيس اللجنة النهار ده أو رئيس الاتحاد قال كده مباشرة انه السبب هو عدم توقيع مدير التنفيذ للاتحاد طب وهل يجوز توقيع ما قالش من ينوب طب هل يجوز توقيع لا سمعتها دلوقتي طب هل يجوز توقيع المدير الفني للمنتخب الأولمبي لا وما عندكش مدير الفني المنتخب الأول طب ما في مدير الفني للاتحاد لا بص المدير الفني الاتحاد ده قصة تانية صراحة كل الاحترام لدكتور محمود سعد لا ايا كان بالجربة السكريفشة اللي بيشتغل عليه انا بتكلم على انه مدير فني للاتحاد يجب ان يكون له دور اكبر من تنظيم دورات وتسيير اعمال اه يعني كم انا كنت بتوقع ان دكتور محمود سعد يبقى له دور كبير في تشكيل لجنة فنية صغيرة كده بهدف اختيار المدير الفني مساعدة المجلس اه دور المفوض بيقى كده فعلا ما انا بقول لحضرتك مساعدة الاستاذ عمر الجنيني وارفاقه في الامور الفنية في الامور دي بدل ما الناس تبقى هي اللي دايرة عمالها تدير هذا الملف طب ما يبقى انت عندك زي ما حصل في النادي الاهلي كان فيه اللجنة اللي موجودة وموجود الدكتور طاها وكابتن زكريا وكابتن خالد بيبو ومعهم طبعا كابتن خطيب فتم ترشيحات لمدربين كتير وتم الاستقرار على فيلر وطلع الدكتور طاها اسماعيل في المؤتمر الصحفي شرح آلية الاختيار طيب صح ونحن نتكلم في الموضوع لما نتقل لقصة الجهاز الفن المنتخب قلنا التوقيع المدير التنفيذي أو من النوع عنه كابتن شاوه غريب والمدير الفن الاتحاد بس حصلت حاجة غريبة تمام المدير الفني للمنتخب السوداني الكرواتي زيدرافكو لوجرافيتش قال في استمارة التصويت والاستمارة هتكون معانا على الشاشة أنا صوتي وحتى هو كان زاكي أو صور الاستمارة قبل ما يبعثها صلاح ماني مبابي تمام لكن فوجأ بعد إعلان البيانات الرسمية في التصويت إن الصوت بتاعه قريح لمسي لأ طبعا يا وده من على الشاشة ده السكورشيت التصويت للمجموعة هو صورها وزيعت بالفعل نشرت يعني هو طبعا دي تبقى كارثة وده البيانة الرسمية من الفيفا دي تبقى كارثة بس السؤال هنا يوجه بقى للفيفا هل المسائل بتدار طب إذا كان الفيفا نفسه بيعلن أسماء المشاركين وترشحتهم مظبوط صح ولا لأ مظبوط يعني من باب أولى هو الراجل ده يجاملنا في إيه شايف يا صوص جمال شايف التوقيع الصين اللي على الأخر تحت الشاشة وعلى فكرة هو شايف المربع اللي جنبها ده ده هو الرجل كمان لمربع لمش زدة ما أصوطش المربع ده على فكرة ده ختم الاتحاد اه يعني القصة مش توقيع المدير التنفيذي بس عشان بس ده اللي احنا اللي احنا بعنالها لا لأ ده ده المتعلق بالمنتخب السوداني اه المدير الفني اللي هو الكرواتي للمنتخب السوداني بس انا عايز اقول معلومة عشان الناس انا لسة كنتبقى كلمة حضرتك ب語لك القصة مش توقيع المدير التنفيذي ختم الاتحاد كمان طبعا لان اتقلق اصل الورقة ممكن ما نصخش فيها طبعا مش المدير التنفيذ اللي وقع عليه ختم طبعا لازم ختم الاتحاد موجود بس هنا الراجل السوداني الراجل الكرواتي المدير الفني وقع وقال اختياراته البيان الفيفا لما طلع انه هو قيل ميسي تعليقك على دي يعني ده معناه لا انا بقول ان دي طبعا مخالفة شنيعة لسبب المفروض انت متتدخلش انت بتدي نفسك اتحاد دولي الحق في اعلان اسماء الناس اللي شاركوا صح ولا لا مزبوط وبتقول فلان ادى فلان طب ازاي انت بتقول ان هو ادى ميسي والراجل مدي صلاح مدي صلاح ماني مبابي بس اقول لك حاجة يعني ما لا تستبعد لان هي الفيفا ليست مؤسسة لها قدسيات يعني يعني قد يكون برضو هناك فيه شغل جامد يعني ما تضمنها اصل غريبا ايه الاستمارة دي بتتبعت على لينك عبر الميل يعني فكرة اللعب فيها دي ده هما بقى ليجاوبوا ليجاوبوا على هذا اللغز لان انا سمعت برضو وانا شغالين على قالولو ما انا فيش معلومة رسمية بزرق سمعت انا انه الاتحاد الدولي قال لأ ده يعني عندي الورقة بتاعة التصويت بتاع المدرب الكرواتي الكرواتي للسودان مدي ميسي طب ازاي يعني هو الرجل يبعندو عامل ورقتين يعني شعارف ما انا بكلمك جد فبص سيبك يعني انا اهم حاجة كاب بالنسبالي اللي هو يخصين احنا هنا اه صلاح زعل من اه حد غير من اه صلاح مزعلش من هاني دانيال صلاح او لا هو رد فعله زعل من الاتحاد المصري لان هو سوه موضحش في رد فعله يقصد مين نعم موضحش في وجهة نظره او في رد فعله يقصد مين اه صلاح اه لا بس هي بين يعني وجه يكون زعلان من الاتنين لا بس هي بين اكتر عسنا بقولك افرد انا راجل ناقد والديت ميسي ممكن تلومني ازاي يا جمال تعمل كده ماشي في وجود محمد صلاح بس اللي تزعل منه بقى مش تلومه بس اتحد بلدك اكيد ده الاساس الراديا الرسمية هو طبيعي انه انا افقد صوتين خاصين ببلدي لأ طبع هو ده اللي يزعل عشر اصوات اه لأ ناصد يعني عشر نقط عشر نقط تصويت اول واول عشر نقط وممكن دي ما تكونش هالها تكسبك بس على الاقل لما تلاقي ان صوت مصري لم يعتمد يبقى فيه غلط الغلط ده من مين انا اتمنى الموضوع ده يتم على النتائجه بشكل عشر ان مش هعتمد بشكل نهي على تصرحات الاستاذ عمر جنيل النهار انا عايز النتائج رسمية نتيجة التحقيق وبناء على رد الاتحاد الدولي بشكل رسمي طالما الاتحاد والرد يرشر يا أصوات جمال نعم اه طبعا ما انا بقول انا بوجه الكلامي معاك للاتحاد الكورة انه طالما احنا فتحنا تحقيق في هذا الامر اي تحقيق لابد ان تعلن نتائجه عشان الناس تتعلم حتى تعرف بس خطواتها ايه اه حدش يكتهد اذا كان حد موجود في لسه موجود واخطأ يعني يعاقب برضو على هذا اكيد اذا كان هناك عقاب يعني او اذا كان هناك وسيلة لتطبيق عقوبة على المخطئ مع فكرة ان الصحفي اللي كان موجود وشارك يقول صوته كرؤية فنية لانه على فكرة انا حسب ما سألت وعرفت يعني هو كان موجود اخر برضو ثلاث سنوات في الموضوع وكان دايما صوته الصلاح هل ليه علاقة بقى ان هو لا انا الامج المهنية ولا الوطنية لانه برضو لما فتحت الملف بتاع تصويت لجنة التحكيم لقيت في صحفين فرنسيين وكذا جنسية تانية مش مديين لابناء بلدهم يعني في صحف فرنسي مش مدي مبابي في صحف كرواتي مش مدي هي موضوعية هي موضوعية او مهنية اكتر من لازم يعني شوية اكتر من لازم بتقسها كده يعني انا بقسها كده ممكن يكون زاملنا الاخ دانيال ممكن يكون موضوعي اكتر مني بس انا لو ما كان هدي صلاحي يعني مش بزايد عليه ليه بقى لانه صلاح ما عملش قليل برضو انت فهم قصدي وصيف دوري انجليزي بطل دوري ابطال اوروبا لا انا مش جايب محمد صلاح ليفربول بيحتل المركز الاخير وليفربول ما خدش بطولة اندية اوروبا ابطال الدوري وبحطه كده يعني هو الفرق الوحيد انه على مستوى المنتخم على مستوى المنتخم وصل فاينال سادي يوماني صلاح خرج من دروس بالزبط لكن انا اقدر اقول انا مبرري في اختيار محمد صلاح انه طب ما هو بيقتسم لقب الهداف مع سادي يوماني ويوميانجي كمان مزبوط مش كده فاذا في معايير تخليني اقول محمد صلاح لاي المعايير واللي يزع لي يزع لاي حتى الفيفا لو زعل ماشي انا بقول رأي لا الفيفا عمل حاجة غريبة الفيفا السمادي في التشكيلة المثالية مفيش ولا لاعب افريقي ولا لاعب عربي في ظل ان الاستفتئات في اوروبا كلها حكيم زياش المفروض مصنف كافضل لاعب صاعد موجود في الدورات الاوروبية هدفين الدورة الانجليزية تلاتها من افريقيا مش موجودين في التشكيلة المثالية ما هو برضو ما دي علامات استفاهم اصلي دي اختيارات لجنة فعلى فكرة ما هيش ما هيش لجنة من من يوتوبيا يعني لا 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 اكيد ناس زينا لهم اهواء واهتمامات واضح ان الجازة كانت محتاجة قيمة تسوقية وسبونسور عشان تعود اللحظ بلا شك ان بريق الرعاة لا بريق محمد صلاح اقل نسبيا من الموسم اللي فات بدليل انه هو خارج من حاجات كتير لكن ده مش معناه انه هو بيعد قوي بدليل انه ترتيبه الرابع برضو ساس جمال واحنا كل من نتخيل ان عندنا لعيب مصري اصلا في سنتين لا متتالياتين وربعض يبقى تالت احسن لاعب في العالم والسانة تانية رابع احسن لاعب في العالم وابقى اخذ كمان تصويت الاتحاد المصري كمان يتخطى شوف احنا طموحنا بقى فين بقنا نزعل عشان هو الرابع ده احنا كنا نتمنى بس نشوف جل لاعب مصري ده بقى الرسالة برضو اللي احنا نوجهها بقى لمحمد صلاح نفسه انه ما يزعلش من اللي حصل يزعل اوه مؤقتا بس ده ما يقصرش عليه على مسيرته يعني انا عاوزينه يستعيد بسرعة تركيزه وزي ما بنقول دايما يفصل نفسه شوية عاما يدور حوله وردود فعله اه ومسألة السوشال ميديا محتاجة انا عايزه يعد لغاية ما هي او عاشرة اه والله يعني اصل السوشال ميديا خطورتها في ايه يمكن انا لما لو انا نجم كورة بحوار معاك قبل واحنا داخلين دلوقتي بعد افكر شوية قبل ما اقول وهتكلم وهقول ايه ومش اقول ايه انما السوشال ميديا انت وراسك انت قاعد مع نفسك حصل موقف دب الدب دي هي دب فعلا ايوه هي دب فعلا وبعدين ممكن تيجي بعد نص ساعة تندم انك عملت كده اه فانا بقول لي صلاح عد لغاية عشرة بلاش مية بلاش مية اه طيب والله بجد يعني انا ده بقوله حبا في صلاح يعني يعني انا ليه وجهة نظر ايام 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 ما جيه عشان يقضي العيد في بلده في قريته ولاقى ناس موجودين تحت البيت ومش عارف ينزل والكلام ده اه لو هو فكر فيها خمس دقايق زيادة حيعرف انه في ناس بايته تحت البيت يعني انا اريد اه بوست الواحد من اللي كانوا قاعدين بيعدبوا يعني بيقولوا احنا ما اصدناش حاجة ده انا جاي من بلد تانية وبايت طول الليل تحت لو انت قلتلي صباح الفل وحنامشي جبرت بخاطري اه بالزبط اه فهي الفكرة جبر الخواطر نعم هي كان جبر الخواطر هي في حاجات بسيطة كده وبعدين احنا نروح ونيجي يبقى الحتة العاطفية اللي بتخلي برضو معلش محمد صراحي او محمد في الفترة السنتين اللي فاته يكتسح اي استفتاء جماهيري اي تصويت من المصريين تبعايا ده حقيقي اه فيمكن السنة دي اتلغى اتلغت حتة التصويت لان صراح بيكتسحها لا هي موجودة بس بنسبة قليلة قللوا النسبة قللوا النسبة اه طيب لجنة التحكيم الاعلاميين والصحفيين بنسبة الفانز الجمهور عبر العالم فهم قللوا النسبة دي لانه لقوا ان صراح بيتفوق فهي الفكرة كلها ايه ده في السفتات نقول بس لابو صلاح اه 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 بجد والله يعني يحتفظ شوية بهدوقه اكيد وانه نجم وما يزعلش وحقه علي انا وعليك طيب ماشي نرجع للمنتخب من تاني تشكيلة الجهاز الفني نعم وجهة نظرك التكوين والتشكيل اه بيسد كل الصغارات اللي ممكن جهاز فني او كاموديل فني يشتغل عليها او انت قيمت او شفت الاسلام ازاي مع بعض حقولك حاجة يبدو للبعض انه ان دول مش كلهم هو اللي مختارهم حسان البدري اعتقد ايه زي يعني مش دول الجهاز بتاعه اللي هو عايزهم بال فيه اه فيه مجموعة الاول مرة تشتغل معاه اه هي الفكرة كلها بقى برضو في ال job description والله اه هو كمدير فني بيحدد هو المسؤول اولا اكيد الاول والاخير يعني حدش يقدر يقول مثلا انا هتدخل في عمل المدير الفني انما المجموعة اللي تم اختيارها كاشخاص ماه كلهم لعيب الكرة ودوليين و لهم تاريخ فبالتالي اعتقد لو حصل الانسجام وهيحصل على فكرة لانه في النهاية كلهم محترفين النهاردة الناس دي كلها مش بتشتغل اه فقط يعني كله طبعا حبا في مصر 100% وفي البرستيج اللي هياخده لما المنتخب ده يعمل حاجة اه لكن اعتقد انه الكل اه حيتعاون مع حسام البدري لنجاح المهمة دي واعتقد برضو ان الكابتن حسام مش هيبقى اه مش هيدي فرص ان حد ياخد اختصاته ماهو المدير الفني والتحاد الكرة يؤكد هزا والنهاردة هو موجود على المنصة مع استاذ عمر الجنيني فهو المسؤول استاذ عمر الجنيني كرئيس الاتحاد او رئيس لجنة اه خماسية وحسام البدري دول اللي هم الرمزين بتوع الاتحاد وبتوع الجهاز الفني فاعتقد هيبقى فيه تعاون طيب فكرة استدعاء المحترفين واستدعاء خمس لعيبة فقط صلاح ترزيجي احمد حسن كوكا النني واحمد حجازي استبعاد وردة استبعاد احمد المحمدي استبعاد علي غزال مش عايز اقول استبعاد بس يعني هو فضل عدم استدعاء اه عدم استدعاء اه بالضبط بس يعني عشان المعنى ما يش مؤثر او شكل سلبي بس طبعا هو ده حق المدير الفني اه وعايز اقول انه عمر وردة كان لازم يبعد شوية لوقيت ما القصة الشهيرة بتاعته تنتهي ثانيا هو لازم يجرب بقى يعني هو كابتن حسن بيعمل يدلوقتي هو استعان بالخمسة دول اللي هو شايف ان هو محتاج لهم في الجندا اللي جاي اه وعلى فكرة شيء مهم جدا ان هو ما يعتمدش فقط على المحترفين مش كل المحترفين مش اي لعيب محترف ايوه يصلح ليس كل محترف يستدعى حسب مستوى لكن قصة ان انا عندي 15 لعيب او 10 لعيبة محترفين اجيبهم واحط عليهم المحليين هنا وفي منطقة مصر تحديدا اللي هي مدرسة محترفة لان ده كمان بيظلم اللعيب المحليين اه اللعيب المحليين دول من حقهم ان هما اللي بيتقلق يلاقي فرصة هو محترف كمان في الدور المصري ما هو محترف يعني لا اناصد محلي يعني المحليين دول مهمين جدا ويمكن احنا نتذكر تجربتين سواء الجواري او حسن شحاتا اللي اتنين كانوا معتمدين في الاساس على المحليين على الهاتف الناد الاهلي بالنسبة كبيرة فعلا بالزبط فهي الفكرة كلها فيه اختيار التوليفة اللي هي تحقق اللي احنا عاوزينه وبعين المباريات الودية او التجمعات دي او المعسكرات هي اللي هتحدد احتياجاته جاية خلي بالك ده اول تجمع يعني بالزبط فده هيبين له برضو الاحتياجات ايه احتياجات ايه طيب احمد المحمد مش موجود فمش هيكون كابتن المنتخب في المباراة او في الاجندة اللي جاية هل تتوقع ان يكون الكابتن محمد صلاح والله حسب الادميات حضرتك قصصنا وعارف ان الاعلام دايما بيحب يسبق بخطوة فيدي منشتة او يقول معلومة هل تتوقع ده صلاح يستحق مفيش كلام واعتقد ان هو بالنسبة لكل اللاعيبة اللي موجودين حيبوا مقتنعين ان محمد صلاح يبقى هو كابتن يعني مش شايف ملاش لقى بالاعدمية كمان اللي هي مدارس لا مش بالضرورة فيه ناس يقولك الاعدمية مهي مدارس اه وبعدين لو حتقسى بالاعدمية تمو صلاح هيعتبر من الاقدم يعني اقدم الكابتن او اللاعيبة اللي موجودين وبرضو ما اعتقدش انها هتبقى يعني على الاقل يا سيدي يصلحوه بقى كمان يصالحوه يعني او يعني يبقى اه اه تقدير برضو لمحمد صلاح مم وقولك ما اعتقدش انه يبقى فيها اعتراضات يعني اكيد اكيد طبعا اعتقد الجهاز الفني الملف ده اكيد يشتغل عليه اصلا من اليومين دول بعد الازمة دي لان ده اول حاجة تصدرك الجهاز قبل ما يشغل ده كله لازم يتعامل قبل اول تجمع قبل اول تجمع مع مدير فني جديد اه لازم هيبقى فيه شوية حاجات تتزبط يعني بالمعاملة وبالعلاقات وبالا باسلوب بقى المدير الفني الجديد وانا متفاقب بالنسبة الاسلوب كمان بمناسبة الاسلوب بوجود محمد بركات كمدير المنتخب اه بركات هيزبط الامور هتبقى القصة اه لا فعلا بركات يعني كمان خلي بالك اختيار محمد بركات اسم يعني يعني اسم محمد بركات اسمه وخبرات وخبرات وتاريخه لا برضو يستحق تماما يعني فيش كلام واعتقد انه هو بقى امامه تجربة جديدة تماما يعني هو بركات جرب حاجات كتير صح؟ جرب اشياء كثيرة يعني رجل اعمال وفنان فدي تجربته الحقيقية في كرة القدم انه هو الكاريزمة بتاعته عايزينها تبين بقى يعني يعني هو كان مدير للمنتخب لا اسمه كاريزمة عايزينها بقى في الملعب اه في المنصب اه في المنصب مع الجهاز الفن طيب واحنا بننتقل من ملف التحاد الكورة ومحمد صلاح والمنتخب الى ملف النادي الاهلي بس مرة بنتقل كده لازم وانا بعدي لازم فيه امور كده ايه بتعدي وبلاحظ ان الاعلام ما بقاش يركز عليه زي زمان تماما يعني انا دايما كنت باهتم او حتى الزمله لما نتعلم حتى من اسد زيتنا لما الاتحاد يطلع لايحة الناس يراها وتبص فيها وتقارنها باللايحة اللي قبلها انا اخر اسبوعين بشوف حاجات الناس ما بتاخدش بالها منها يعني مثلا كاس السوبر انا فاكر كلام ده من 4-5 سنين لما استحدثت المسابقة بطل الكاس بياخد مليون جنيه والوصيف 750 الف جنيه وتوزيع ارادات المباراة بتتقسم 40% للاتحاد 30% 30% للناديين اللي بيشاركوا لايحة كاس السوبر السنادي لما طلعت قبل المباراة وخلاص ولو خلفت الرعاية بتاعت الاتحاد لان المباراة ملك الاتحاد والرعاة يغرم الاتحاد القيمة اللي الرعاة يغرم فالاتحاد هيغرم الاتحاد هيغرمك انت كنادي انت خلفت لكن انا خدت كام من مكافئة البطولة مفيش عائدات البس والتزاكري وإرادات المباراة مفيش نحن في احتراف نحن في المسابقة بدأت بكده الاول الطبيعي بتزيد مش تتلغي بالزبط يعني انا لايك السوبر وعمل معسقة انا صراحة زيك كده فجئت قبل المباراة بساعات انه لقى مكافئات البطولة معمولة محبة كده وده يعني انا شايف انه مش مزبوط لسبب انت عايز تعمل ده دي بقت فقرة اساسية عندك مباراة السوبر فبالتالي الاهل والزمالك او سي اي فرقتين تانين لما يجوا يلعبوا هزي البطولة لازم يكون فيها مكافئات مالية ده طبيعي النهاردة مثلا الاهل يكسب البطولة عدي مكافئة اللي ابتي ماشي الاهل هو اللي هيدفع ولا مفروض الاتحاد اللي هو المنظم بالشركة الرعية بالناس المسؤولين عن التنظيم هم اللي يخصصوا جزء من العوائد المالية اللي عندهم لمكافئة الفريق الفائز صح يعني انا شايف كمان انه مفيش بطولة تبقى ببلاشكة دي بطولة ببلاشكة وهي بدأت برقم كويس والمسير بقى ان هي كمان اعقابة عقوبات بفلوس طب هل في لايحة طب ليه العقوبات دي مش مجانية طب هو في سؤال اهم هل العقوبات دي بناء على لايحة في لايحة مكتوب فيها الارقام المالية دي الصراحة انا مشوفتش لايحة السوبر عشان ابقى صريح اه ايه عندك مش موجودة طيب لايحة السوبر مبعوطة للاندية اه وعا فكرة انا جاهبها من الاتحاد يعني الاتحاد نشر على الموقع الرسمي والمكتوب كده مصابقة كاس السوبر بالزبط فيها خمس بنود اول بنت الاتحاد هو المسؤول عن تنظيم وادارة مصابقة سنوية ماشي تعظيم سلام لكاس السوبر تقام المباراة على الملعب اللي بيحدده لاتحاد مع شقة الرعي اوكي تمام في حال حصول النادي على بطلطي الدور والكاس في نفس المسم تقام السوبر بين اول الدور والتاني الكاس ماشي انت بتحدد مين له يلعب المباراة ماشي على الناديين المشاركين في البطولة تنفيذ الحقوق التسويقية والتجارية المنصوصة عليها بين الاتحاد المصري والرعي وفي حالة عدم التنفيذ الالتزام يوقع على النادي المخالف الغرامات المالية لا تتوقع الاتحاد من قبل الراعي امسك في دي بقى امسك في حاجة بعد كده اه لايحة اه تطبق على المباراة لايحة المسابقات وشؤون اللاعبين والشروط تضحى لجنة المسابقات لهذه المباراة ماشا لا امسك في القبل كده اللي احنا قلنا عليها اللي هي لايحة ايه الجزء الخاص اه المتعلق بغرامات التسويقية حلو قوي طالما انت عامل باند ينظم الحقوق التسويقية يعني النادي الاهلي مش هيجيب الرعي بتاعه تمام المفروض انه هيبقى الرعي بتاع الاتحاد لانه مباراة الاتحاد زي مالك نفس الكلام طيب يبقى اذا لو انا خلفت هذا البند يعني هم يمكن الناديين مشوها يعني حبي يعني اه والتزموا اه والتزموا لكن برضو احنا كالمفروض الاتحاد الكرة يلتافت للنقطة دي انه طالما انت عامل ليحة وفيها عقوبات يبقى لازم فيه مكافئات اصلا مش عالع بطولة بلاش بالزبط يعني فيش كده في الدنيا لا لا ما فيش طبعا وبعدين البطولة اصلا بدأت برقب لا انت كمان قايل ان فيه سبونسر السبونسر ده معلش مع كل الاحترام معلش دعوة اه انا بتكلم كلام مجرد بشكل عامل ان ده هو تسويق لا انا بتكلم كلام مجرد اه طالما فيه سبونسر يبقى فيه اعلانات يبقى فيه تسويق التسويق والاعلانات والحاجات دي كلها مش بتجيب فلوس مفروض تروح فين بتتوزع حاجة للاتحاد وكانت كده في اللايحة فريق الفائز بالمركز الاول طب انا اقولك اغرب حاجة اعتراضات اعتراضات نادي الزمالك على لما قالوا له توقع عليه عقوبة ان هو مش ما استلمش اه قالك وانا ما معناه يعني انت قالك وانا فيه مش ما فيش مركز تاني لا وانتو ديتوني حاجة اصلا وبعدين لو انتو عايزين تعملوا كده طيب ما تخلوني انا استلم الاول مش انا اللي مغلوب مثلا مثلا اه يعني فيه امور زي كده تبرتقول معروف كده لا يعني حتى كنقطة قانونية ها ممكن يقولك انا ما اتوقعش عليها عقوبة انتو ديتني ايه اصلا يعني بتفتح الباب اه امام مشاكل قانونية مش مستهلة مش مستهلة طبعا هي المتبع المعروف في البطولات ان لازم يكون فيه حاجة خصوصا اللي هي الكاس اللي هو ملك الاتحاد والسوبر اللي هما ملك الاتحاد صح؟ مظبوط دول لازم يبقى فيهم لايحة المسابقات اللي هو اخر بند قال فيها تطبق لايحة المسابقات لو انا اعتذرت عن المشاركة في السوبر اه اتمنع للسنة اللي بعدها هو في غارة مالية مالبوط فبالتالي في كل العقوبات لو انا خلفت انت حاطت تشروع حلو جدا طب انا لما اكسب بقى هو انت عايز تعاقبني وما تكافئنيش اه ما انا بقولك كما بدأ قانوني انا اللي بعرف في القانون انا باخده كده ايه اه بكتهد معاك لكن طالما في عقوبات وفي اه تهديد بانك هتحرمني من كذا ماشي هتوقع لها عقوبة خلاص لازم يبقى فيه وكفة ده كمان فيه اخلب بفكرة التساوي يعني مثلا في المبارات السيمي فاينال او في اصد المبارات نهاية الكاس لما امتنع كذا لعب مثلا في فريق عن استلام الميداليات وقع عليه غرامة 30 الف جنيه تمام فتوقعنا ان اي لعب يامتنع 30 الف فبالتالي لو الفريق بالكامل هتشوف العدد وقف 30 لينال غرامة 150 الف طب فين اللايحة اللي بتقول لو فريق امتنع 150 الف مفيش اللايحة برضو دي من الموضوعات اللي تطرح على مائدة الاتحاد الجديد او اللجنة وتتنظم انا سألت في الاتحاد الجماعة اللايحة اللي انضباط فينا عشان نشوف بس العقوبات دي الارقام دي لان في الدورة لو حصل حاجات زي كده هيبقى فيه عقوبات مضاعفة فنوعي الجمهور يعني يا الفكرة ايه دور الاعلام ايه بياخد المعلومة الرسمية عشان يطلع يقول له الجمهور يا جماعة اخد بالكم المباراة دي لو حصل فيه كذا 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 العقوبة الاول مرة 100 الف جنيه تاني مرة تحذير او غرامة مثلا او بتتضاعف او مثلا مش هتحضر الموضوع انا لو عندي فريق ما كنتش اروح لو اعرفت انه مفيش فلوس اصلا انت النهاردة الاهلي مثلا ايه زنبه انه هو كسم هيدفع وهم نجيبه بقى للفريق ده مجمل الغرامات على الاهلي من غير ما ياخد حاجة في كاس السوبر لا ده كمان انت هتكافئ لعبتك يعني انت كنادي طبعا يعني عندي لايحة داخلية اه انت عندك فرقة كسبة البطولة هتقول لهم شكرا وتديهم ورد ما انت لازم تديهم ايه الورد دي تبع المنص لا 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 لازم تديهم اكيد فيهم كافئة طبعا طبعا مش فيه ناس بتتعب وبتلعب وبتعمل جد احنا بقى فيهم 19 دور محترفين وربطا ديها محترفة يعني برضو دي حاجة احنا بنقولها كده بس هي لازم رسالة لان الموسم في بدايته فعشان بس الناس تبقى عارفة اللي جاي لا انت عندك السوبر تاني وفيه السوبر الموسم الماضي مش السوبر الجديد السوبر اللي كان في الامارات مش كان فيه مكافئة ولا برضو اللايحة القديمة كان فيها الارقام دي اه ده بالعكس السوبر اللي طلعب في الامارات الفايز كان بياخد المكافئة بالدرهم بايه بالدرهم الامارات طيب ما انا بقولك يعني اصلي منطقيا يا محمد باشر انه لا يمكن يكون فيه تنافس على حاجة كده يعني في يعني منافسة للمنافسة اكيد نلعب مع بعض بس برضو محتاجة اعادة نظر يعني بسرعة في الظل ان كمان الدوري بدأ ومحيت انضباطها انت عارف دي عاملة زي ايه كده اه انت سمعت ان فيه الدوري اتعمل له مزاد لبس المباريات هو معمول من كذا سنة ايوا السنة دي بقى لا ما هو ليس العادة مخلص حلو بعدين القدية بتسوق فردي لا انت بتقول فيه قناة معينة هي اللي بتزيع وقناة تانية لا صح اه مثلا على اساس ايه اه صاحب الحقوق هو اللي بيقرر طيب ما يبقى ايزن هو بقى احنا انا عايز اوصل معاك برضو لانه فيه صاحب حقوق صاحب الحقوق اللي احنا ما نعرفوش يعمل له علامة استفهام كده نعتبر ان احنا مش فاهمين يعني علامة استفهام كده علامة الاستفهام ده يزبط الاداء ده ماشي يعني مثلا امتحاد الكورة هل من حقق قناة الاهلي تروح تحضر مؤتمر للحسام البادري ولا ما روحته ولا ما روحته هو غلاص عنده رعاه ومسؤولين عنه فبيسوق بالطريق اللي هو شايفه لا انتو يعني كقناة هل من حقك تروح اه القناة كتت موجودة اه عادي يعني وهو الدعوة كتت مفتوحة للككل تمام بس لو عنده حدث ايفنت حاصر ليه هو من خلال الراعي بتاعه والمسؤولي بتاعه هي عملية متحددة ومتزبط بس زي عشان ما نقعش في نفس مشكلة اللي وقعنا فيها مثلا مع محمد صلاح قبل كده دي عقوده تتدرس كويس طالما فيه رعاة وفيه تسويق وفيه كلام على الفلوس يبقى لازم فيه كلام على الفلوس في كله واخبالك ازاي محمد يعني يبقى فيه تركيز شوية في النقطة يعني اكيد طيب انتقل الملف ده وده يخلينا روح لجزئية تانية مهمة فيه مؤتمر لصناعة كرة القدم حاليا موجود في اسبانيا في مدريد والنادي الاهلي ممثل في هذا المؤتمر للعام التاني على التوالي ويتم دعوته من ربطة الدوري الاسباني المحترفين لليجة وجود المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس الادارة والمهندس محمد سراج الدين والنهاردة كان عندهم اجتماع مهم جدا مع بوتر جيبتو الادار الرجل الثاني او المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد بعد فرنتينو بيريز كويس اجتماعات مهمة وكان فيه اجتماع مع وفد اليوفي وكان فيه اجتماع مع مسؤولي انتر ميلا تعاون في مسألة قطاع الناشئين مباراة ودية بين الاهلي والانتر واليوفي والريال احنا هنا بنتكلم بقى في صناعة كرة القدم وشيء تاني خالص مثل هذه المؤتمرات وحضور الاهلي في مثل هذه الاحداث تعليقك عليها ايه في ظل ان خلاص عنوان المؤتمر صناعة كرة القدم شوف الاهلي برضو وهذا ليس مجاملة يعني دايما بيسبق الجميع في هذه الامور الاهلي عاوز يبقى مواكب لكل التطورات اللي موجودة ويمكن يكون ده اهتمام سواء النادي او اهتمام من المهندس خالد مرتاجي هو تكليف المجلس دارة النادي للمهندس خالد والمهندس محمد سراجل ده دليل على انه في توقف ان احنا او النادي الاهلي دايما يبقى مواكب لكل هذه التطورات وده شيء كويس طبعا النهاردة كرة القدم مش زي زمان صناعة اه كرة القدم قبل كده عادي بتخش وتاخد الدوري وتمامه نروح وهيه وخلاص لا انت النهاردة صناعة فعلا مكلفة جدا يعني المواد الخام بتاعتها مكلفة فلابد انت تبقى عارف ازاي تسوق هذه البضاعة وازاي تكسب منها بما ينعكس بأطيب الأثر على تطوير المنظومة عند النهاردة لما بتجيب مدير فني اجنبي تديره كذا اما بتجيب لعيبة محترفين من اي مكان بتديهم فلوس فالمسألة ما بقاتش مجرد هواية يا ريتها كانت فضلت هواية بس يعني ايام كانت هواية بس بس الاهلي كان بطل برضه يعني كان بيعرف برضي اه يعني لا لانه كان بياخدها جد يعني الاهلي طول عمره بياخد المسألة دي بجدية يعني فبناء على بقى التطورات الجديدة لازم طبعا يبقى فيه مواكب لكل الافكار الجديدة في كرة القدم هو اجتماع كان مهم جدا النهاردة مع بيترو جيتو في البرنابيو في ناتي ريال مدريد بحث سبل التعاون تبادل وجهات نظر وافكار وخبرات مباراية ودية ممكن تكون موجودة الفترة القادمة تبادل كمان خبرات في قطاع الناشئين مهم طبعا مهم جدا طبعا وانا بتكلم عن المكافئات وكاس السوبر والنظام الاحتراط في مصر كمان من الاندية العالمية اللي هو مصنف يعني ما تقدرش من كزة سنة يعني الحقيقة وهو في مصاف الاندية الكبرى فحتى في اوروبا النادي الآلي معروف ما تيجي تقول انا عايز العب او اعمل توقامة او اعمل بروتوكول معين مع النادي الآلي النادي الآلي هنا بيبقى طرف ثقل يعني يعني ما بيبقاش بيطلب معونة لا ده بيفيد ويستفيد تبادل الخبرات يعني ده مهم طبعا جدا ده مهم جدا ويا صنعت كل ترقادة من الحاجات دي بيبقى فيها بيجيب مدخيل مالية حتى لو على المدى البعيد ما هي بقت يعني زي ما بتعقى هو بيسورة هون اه بالزبط اه طبعا اه المسألة مهندس خالد مورتاجر مهندس محمد سرط تمام المسألة مش مسألة هواية احنا خلاص يعني مفوض ودعت انت عصر الهواية من زمان اه فالحكاية بقت محسوبة كويس مصبوط اه ومش معنى ان انت بتكسب بطولة يبقى تكسب بطولة وخسران بالعكس من حقك ان يبقى طموحك انك تكسب بطولة هو ايه سر دايما نجاحات الاهلي حتى في بطولة العالم للاندية ومشاركاته والكلام ده ما كانش رايحي لعب كرة بس لا حتى كم ييجي منها دخل معين بيساعد او بيخلي الاهلي قادر على ما نسميه التمويل الذات يعني هي كرة بتتكلف فلما تصرف على نفسها غير انها تاخد من ميزانيات النادي اكيد اللي هي بتوجه فيه اتجاهات اخرى وفي خدمة الاعضاء وفي خدمة الالعاب الاخرى اكيد اكيد طيب دي كانت جزئة مهمة انا بس بحيب بربط الاحتاس ببعض عشان ننتقل من ملف نمشين على الكباري مع بعض طيب الجزء الاخير في ختم هذه الحلقة واحنا بنتكلم على فريق كرة القدم في الفترة اللي جائع ريني فيلر البداية شايفها ازاي اصلاس جمال وهل الصحافة والاعلام يقدر يبني تقارير بناء على المرحلة الحالية يعني يشوفها محطات ولا يقيم المرحلة دي ازاي لا هو ما اقدرش اقول انه في حكم نهائي على فيلر لكن انا اقدر اقول ان فيلر نجح من خلال لقاءه مع نادي الزمالك في مغرات السوبر انه هو يعني يكتسب ثقة كبيرة جدا من جماهير الالي حتى بعض الجماهير اللي كانت متشككة شوية يعني الراجل ده ايه يا طرق ايه كانت لسه بتجس النبض بتشوف لا يعني فيه المباركة معروفة انه اللي هيكسب هياخد دفعة عنوية كبيرة وهياخد ثقة من جماهيره طبعا يعني سواء كان متشو او فيلر فا فيلر قدر ان هو ياخد هذه الميزة ودي هتساعده جدا جدا في المرحلة اللي جاية هيشتغل في اجواء هادية خلي بالك المدير الفني الجديد اول ما ييجي لابد ان هو بيسعى لتحقيق انتصارات متتالية الانتصارات دي اه بتدي له هو شخصيا الثقة بتهيق له المناخ الهادي اللي هو هيشتغل فيه ياخد وقته يتفاهم طبيعة اللاعبين يعمل نوع من انواع التجربة يبدل يلعب هنا واحد يغير غير ان هو يبه مزنوق غير ان هو يبه مغلوب خلي بالك الغلب وحش طبعا وبيأثر بشكل ربنا ما يحكمش على حد يعني بس الغلب وحش فعلا ليه بيخلي الاجواء كلها متوترة ايه فعلا حتى لو انت شغال كويس لو عنصر التوفيم ما مش بحالفة يعني انتش انت احسن مدرب في العالم وجيت كده اول ما جيت اتخبطتلك مطشين تلاتة هتمشي مش تقدر توعد ولا هتعف تفكر يعني انا قلبي مع دي صبر مثلا اول ما جيه لعب كان مطش وره بعض الدنيا بس ده عنده قصة مختلفة لمنه ما فيش ضغط جماهيري لا دي انا بقولك كمان يعني يعني مجرد هو ما عندوش وقت انه هو يفكر اه خد هنا واحدة وهنا المبدأ بشكل عام اه اه انا بتكلم على المبدأ مبدأ بشكل عام حتى لو ما فيش جماهير لكن الاجواء دي بتحطك على الطريق الصح واول بطولة اه هي مش مكسب بس ده مكسب بطولة يعني الراجل لسه جاي من بلدهم خد بطولة خلاص اي دي واحدة حد يقدر ينكر لا طبعا وهكذا فكل ما الفوز بيعمل اجواء يا محمد يعني اكثر من مثالية الراجل بيشتغل فيها فهو المكسب الكبير اللي خاده فيلر هو الفوز بطولة حارك قلت جملة مهمة جدا الفوز بيعمل اكثر من مثالية اه طبعا طب الاعلام دوره ايه بقى مع الجمهور لان الجمهور بيستقي معلوماته من الاعلام حتى الاعلام نفسه بيتأثر بالنتائج بس ده ممكن يحاكس سلبا على عمل اي جهاز فني يعني الجهاز فني لو بيشتغل وبيكسب اه كل ده كويس جدا بس المثالية زيادة عن اللازم ممكن تعمل سقف طموحات وتطلوات لا بلا انا شايف ان هي الاعلام برضو خلي بالك هو بشر بشر هما اللي بيشتغلوا جزء كبير من الاعلاميين كان بيسق في ميتشو اكتر من فيلر يعني بالسمعة كده قبل المباراة اه بالسمعة كده اول ما الاهل يتعقد مع فيلر وازمالك تعقد مع ميتشو بص على ورق هنا وورق هنا اه قالك لا ميتشو ده يقلق فيلر طب هنديله فرصة كويس الاعلام نفسه بتنتقل فيه عدوة المشجع اه طبعا النقد يعني لو لقى ان المدير الفني ماشي كويس هتقول عليه ايه بقى يعني انت مش هنقلف يعني مش حاجة اقولك بقى لا اصله طريق التفكيره طريق التفكيره ايه الراجل بيكسب يا راجل ده حتى الاستوديوهات التحليلية ما تخلينا وقعيين تتأثر بالنتائج اه يعني اه لا ده ممكن التشكيل قبل بداية المباراة يبص فيه يقولك التشكيل ده لا الفرقة عاملة موتشا تعمل موتش كويس تيجي الفرقة لقد ده مثلا تخسر بعد موتش يقولك لا هو بدأ بتشكيل غلط اه الله ينور عليك انا شفتها كتير بس لا انا بشوفها على طول انا شفتها كتير لا وانا بشوفها على طول يعني درجة انه ممكن واحد انت تقول عليك المتين في الشوت الاول ما بين الشوتين وبعين يجي الولد اللي انت انتقاطه ده يغير الامور في الشوت التاني ويقود الفريق للفوز انت النقد على طول بيتحول في اللحظة مية وتمانين درجة ان الواد ده اعظم واحد بس هو كان نايم شوية في الشوت الاول بس ده بيقصر لأسف على الجمهور بعد كده في التقرير ما هو عشان يبقى يعلصها في الطموح قوي يبقى فيه انتكاسة والناس بيتزعل قوي ما هو بالزبط عشان كده انا بقول له حدثك ايه ان فيلر محظوظ جدا بالنتائج اللي حققها حتى الان فوزه خارج الارض فوز بالسوبر بطولة من مباراة واحدة لكن بطولة وهكذا كل هذه الامور زي ما عشان كده انا بقولك بتعمله الارض الصالحة للعمل واعتقد ان هو حيستفيد منها جدا يعني اكيد ان شاء الله سوز جمال انا بشكرك نورتني وشرفتني الله يخليك الجملة الشهيرة ايه اه اه وسعيد بوجودي معك وان شاء الله اللي جاي يكون افضل انا بسعيد بوجودي معك محمد السعيد الله يخليك يا سوز جمال شكرا لحضرتك وبالتوفيه دائما لك يا ربك شكرا لكل مشاهدين ومتابعين الكرام في كل مكان فقرة قدر الامكان حاولنا بس يعني الاعلام ودوره في المرحلة اللي جاية يلقي الضوء على المحطات الرياضية او القضايا اللي بتطرق على الساحة الرياضية وعلى السطح الاعلام درو ايه رأيه فيها ايه وجهات نظر ايه برضو مهم جدا نحن نتكلم في هذه القضايا نقول معلومة لان المشاهد وبعايز المعلومة الصديقة والمعلومة الحقيقية عشان يعرف برضو يقدر يقيم المراحل اللي بتمر سواء بالنسبة للأهل او بالنسبة للكران المرسل يكوننا في النهاية بندور في فلك واحد او في مجال واحد لان الاهل منتخب اعلام جمهور كلنا منظومة بتكمل بعض عشان في النهاية يكون في استفادة من اي مرحلة احنا بنشتغل عليها باشكر حضراتكم وكل التوفية رب للنادي الاهل في مباراته الافريقية يوم السابتة القادم وان شاء الله انطلاقة جيدة في قولة محطات ريني فييلر والفترة القادمة ان شاء الله تكون افضل وافضل ان الاهل بالفعل يستحق القادم يكون افضل شكرا لحضراتكم وانا التقي بكم على خير بإذن الله في حلقات اخرى قادمة من برنامج الاهل الليلة اشتركوا في القناة